اللي احنا بنبتديها معاكم وابتدناها من فترة عن كشف أسرار الحضارة المصري النهاردة وبمناسبة السنة الجديدة هنتكلم على التقويم المصري القديم وإزاي بدأ هل كان وابتدى بالتقويم الشمسي ولا ابتدى بالتقويم القمر المصر القديم ماستناش حد يعلمه قدر إنه هو يخلق نفسه هوية وثقافة حضارية وده كان بدايته مع التقويم اللي هو عمله نفسه قدر إنه هو من خلاله ينظم وقته وقدر إنه هو يعمل كل حاجة على هذا الأساس هنعرف مع حضراتكو إزاي المصري القديم قدر إنه هو يكتشف السنة إمتى عمل الأعياد وإيه موضوع أخت وفرت وتشم وإيه موضوع الشعر اليمنية وسبرت النجم اللي احنا بنشوفه في أول كل سنة كل هذا وأكثر هنعرفه مع عاشق علم المصريات وعالم المصريات وعاشق الحضارة المصرية الأستاذ بسام الشبناء صباح الخير على الخضر صباح النور عليكم متشكت جدا على المقدمة الهيروغليفية الصحيحة لا أنا الآخر على آخر الفقرة تلايني بكلم عن الهيروغليفية وبين أنت بقى شجعتيني على موضوع الهيروغليفي ده خليني برضو عيد على كل مشاهدين العظام بمعايدة بقى جديدة أنا كنت بعيد عليكم تملي كده بجمل وكلمات المرة دي نعيد على كل الناس في العالم ونقول لهم وب نفر رامبت في 2019 وزارة الأثار من ضمن اكتشافاتها كان جعران كان في المينيا ولقهم أنه منحوط عليه الجملة دي ايه وب بداية الفتاح opening الفتاح نفر طيب جميل حسن رامبت عام حول أو سنة بداية حسنة جميلة طيبة للعام إذن دي كل سنة طيبين دي ولا إيه من آلاف السنين happy new year بالذب happy new year وعلى الجعران عشان أتأكد أكتر على الجملة دي كلمت بعثت للدكتور الوزيري دكتور وزيري في وزارة الأثار ترى يا دكتور كانت الجملة كزا لأنا فاكر أن حضراتك قلتها في الاكتشاف وأكد علي الجملة وزود لي كلمة نفر فأنا بشكر وزارة الأثار على ده وبنقول فعلا أن web never ramped على كل مشاهدين نحن تعودنا في بداية كل حلقة من سلسلة حلقتنا الخاصة بالحضارة المصرية يبقى فيه تصحيح لبعض المعلومات يعني النهاردة هتخصنا بيه؟ هخصكم بأن كان فيه جملة كده هوت عايزين نبعث لوزارة التربية والتعليم فيه كتاب أولى ثانوي المنهج والمنهج بتاع المدرسة أن هما كانوا بيقولوا أن الهكسوس حتلوا مصر هي بس ممكن تبقى تتجدد شوية بأن الهكسوس وصلوا يقول لي مثلا لغاية المينيا في الحدود دي أخدوا الشرقية وعملوا العاصمة بتاعتهم تل الضبعة لو روحتوا الشرقية دلوقتي العظيمة لأسر الشمال زي ما حابت الحب نسميها ما كنت رمى الأثار اللي فيها هتلاقوا فيه منطقة زي تل بسطة زي في الزي طبعا معروفة تانيس الجميل الرائع صاني الحجر وعندنا أنطير وفقوس وتل الضبعة سنين من الاكتشافات حصلت في تل الضبعة عشان تثبت في الآخر غرس أنها كانت على عاصمة أواريس أواريس وده عاصمة الهكسوس يبقى إذن الهكسوس لم يحتلوا الجنوب ففكرة احتلوا مصر ممكن تدي انتباع بأن مصر كلها شمال وده ما حصلش فبس هي تجديدة كده مع وزارة التربية التعليم نخصصها عشان الموضوع ما يبقىش ترسل بي أكتر مشكولك دايما على المعلومات الدقيقة دايما بتقرأ بتطقيق وتبقى كمان عندها غيرة على الحضارة المصرية نروح بقى للتقويم إزاي ابتدى التقويم وإزاي المصر القديم قدر أنه يكتشف حضرتك سألتي سؤال في المؤدمة بتقولي هل كانت مشاهداته والرصد بتاع المصر القديم أبو عنين جميلة رائعة دي والمرة اللي فاتت كنت بقولك أن عين المصري كان عنده مليون ميجا بيكسل زي يعني كاميرا الموبايل فالإعلام رح واخده بيقول الشمع بيقول أن العين بتاعة المصر القديم كانت عين فيها مليون ميجا بيكسل أنا بكلمش طبيا أنا يعني بكلم رمزيا إن هو كان عينيه بتلقط الأحجات طيب هو عمل إيه يا فنديم فيه صورة لجايبها لكم عمل رصد لتحركات الشمس آه وبعد ما رصد الشمس عمل حاجة الغرب سماها اللونر أبزيفيشنز اللي هي المشاهدات القمرية قمرية بدأ يشوف الأمر وأشكاله وتحركات ما بين بقى اللي أنت عارفها دلوقتي باسم البدر وما بين الهلال وما بين كذا وكذا يعني هو ابتدى بتركيز مع الأمر الأول خالص خالص قبل توحيد القطرين زي ما الأثر أنا هكلمكو عليه دلوقتي الأثر الرهيب ده القلب الدنيا بالليك شافتها عسان لفاتف نشوف الصورة يا هيري آه ده كان حاجة ليه علاقة بالشمس حركات الشمس وهقولك سعادته إزاي بس ده كان قبل الهيريوليفي قبل الهرب قبل توحيد القطرين أصلا هو صحيح الأهرامات كانت مرصة فلاكي شوفي لما بتقولي جملة زي دي لازم تشوفي الاتجاهات بتاعت الممرات ذات نفسها اللي هم قالوا أنها متوجهة لعدد من النجوم كويس كده الهرم مقبرة كون أن المقبرة فلس طب حطي نقطة عايز تزودي بعد كده أنه هو في حالة بناءه كان بيستخدمه كمرصة فلاكي ربما لكن لازم تديني إثبات نرجع ما رجعنا يبقى أول حاجة اكتشفوا دائرة من الأحجار موجودة دلوقتي في حديقة متحف النوبة بأسوان أنصح جميع الدنيا تروح تزور هذا المطعف العظيم وفي الجنينة برة حتلاقوا قطرها أربعة متر ولما درسوا الأحجار موجودة ومحتوطة بطريقة معينة لمصر القديم جدا حطها لقوا من نهية في منهم أحجار لو شدتي خط وطلعت فوق في السمد جيبي مكان الشمس في أول يوم في الفصل الصيف هتقول لي بس سمت من ألاف السنين ده يفيد ننف إيه في التقويم هقولك ده ده أول تقويم في تاريخ من وجهة نظرنا ومعلومات المتوضع في تاريخ العالم لأن أول يوم في فصل الصيف هو أول يوم في فصل المطر وقتها المطر كان بيجي في الصيف كان مع الألاف السنين قبل توحيد القطرين قبل الهوروغليفي فازاي هذا العبقري مئة كيلو غرب أبو سنبل في الجنوب العظيم أصل الحضارة رصد إن الشمس لما بتبقى في الحتة دي بينزل المطر في التوقيت ده يبقى بدون تسميات وبدون كتابات لأن ما كانتش لسه فيه كتابات احنا عرفنا إن المصر القديم جدا عرف أول فصل هو زبطه زي الفصل بتاع المطر والمطر مية ولقهم هناك بحيرة والبحيرة بتتميلي بالمية فكانت الناس تيجيت إيه تعيش في المنطقة دي أطلقوا عليها دلوقتي نابتة بلايا قادي التسمية لحداك هتبحث عنها نابتة بلايا هي دي كويس كده وحتى نابتة اسم نوبي للجبل اللي هناك وبلايا كلمة اسبانية علشان الشاطئ أو البحيرة اللي كان بتتميلي بالمية دي بعدها بشوية عملوا الايه اللونر اوبزيرفيشنز أو حكاية مشاهدة القمر وعملوا علاقة بينها وبين الفيضان ونجمة سبادت أشكرك أن أنت ذكرتها نجمة الشعرة اليمانية وحقول لكم في دقيقة إزاي المصر القديم حسب أول يوم في السنة واحد يناير ما كانش لسه اخترع لأن أنت بتتكلمي على واحد يناير و365 يوم وربع في السنة والكلام ده كله هما كانوا 360 وبعدين بقوا 365 وبعدين زودوا الربع وبعدين قعدوا يتكلموا في عدد ساعات معينة قلنا بقى كده بالتفصيل عشان إحنا ما نتلغمتش لا أبدا هي بسيطة جدا هو الراجل راصد بشكل عظيم جدا لنجمة اسمها الشعرة اليمانية الشعرة اليمانية دي يا جماعة بيطلقوا عليه بالانجليز كلمة سيريس سيريس دي تسمية جاية من التسمية اليونانية القديمة ودي لها علاقة بالتلقلق كلمة لها علاقة في القديم اليوناني قديم بالتلقلق ليه؟ لأن عندما تدريس الشعرة اليمانية تعرف أن هي حوالي 8 علامة عشرية 6 سنين ضوئية مننا يعني إيه فلكيا يعني واحدة من أقرب إذا لم تكن أقرب نجمة لنا متلقلقة ووضحة جدا حالك لو ما تشاهد الشارع بالليل هتعرف تطلع سيريس بسهولة ليه؟ لأنها متلقلقة وقوية ووضحة فالمصر القديم لاحظها لأنها أوضح إيه وحدة في الليل إشعاعها مختلفة إشعاعها طحفة وقريبة من الكرة الأرضية فبالتالي طبعا قريبة بالسنوات الضوئية بتتكلم في ملايين لكن قريبة طيب إيه؟ لقاها بتختفي كل سنة سبعين يوم هقول تاني سبعين يوم يا مصريين يا عظامي اللي بتأسيبه دي نجمة سبادت اللي هي سيريس باليونانية والإنجليزية وتسمت سيريس بالإنجليزية بعد كده هوت وإحنا سمناها الشعر الإيمانية في اليوم السبعيني لاحظ المصر القديم جدك وجدتك العظيم من دول لاحظ إن هي بتظهر في حاجة اسمها الهيليا الكل رايزنج يعني النجمة لما بتصطع لقاها بتصطع قبل الفجر قبل النهار بشوية ولما بتصطع بتجيب الفيضان معاه طب الفيضان بيعمل إيه؟ بداية الفيضان في الدلتا مع ظهورها بعد سبعين يوم طب الفيضان اللي هو فيضان اللي هو موسم آخر بتاع الفيضان طب الفيضان بيجيب طمي والطمي بيحيي الأرض بعد ما كانت ميتها طب ما أنا كمان ححيي السنة بعد ما ماتت السنة اللي فاتت يبقى السنة اللي فاتت ماتت وزي ما الفيضان حيحيي الأرض النجمة دي بتحيي السنة يبقى حد السنة مع ظهور النجمة قبل النهار نجمة تسبدت قبل النهار بعد سبعين يوم الاختفاء اللي هو يوم إيه لو حسبتها دلوقتي تسعتاشر يوليو باللام جولاي يبقى يوم تسعتاشر يوليو نجيلكوا هنا إن شاء الله شهر سبعة وساعتها بقى نقول بالمصر القديم فعلاً كل عام وأنتم بخير إيه موضوع رقم سبعة بالنسبة للحضارة المصرية ده حضارات كتيرة وليه رقم سبعة ده ده القدسية خاصة ده حضارات كتيرة سبعة ده والثنائية برضو هتلاقي اتنين كتير قوي 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 في مصر القديمة وحتلاقي لو رجعنا للفلكة ورقم حقولك على حاجة على الميدل كينجدوم على الدولة الوسطى بتكلم 4,000 سنة تقريباً إلا اكتشف العلماء إن المصر القديم تعرف على على الأقل اسمعوا دي لو كانت عبقرية الفلكية كلف التقويم والسنوات والأرقام خمس كواكب طب نجوم وقلنا واضحة وبينها وهو الراجل لسه ما اخترعش لا التليسكوب ولا كان لسه ابن الشاطر جاه ولا العظماء ولا البيروني جاه ولا العظماء بتوع الفلك دول جوم ودراسة تحركات الأجرام السماوية ولا جليليو ولا كوبورنيكوس وكوبورنيكوس هو أبو الفلك في الغرب هو اللي ياخد من ابن الشاطر إحنا ما وصلناش حتى الآن للتقدم اللي هما كانوا إذا أنت بتكلمي على بصي حضرتك درس إيه؟ درس عطارد المشترى زحل كوكب الزهرة في اللغة العربية نسميه كده اللي هو فينس معروف الخمس بقى اللي أنا عملنا أنا حالة حورس الأحمر حورس الأحمر ليه ده بالتحديد عبدالك؟ يحكيات الأحمر نهارا حورس الأحمر رغم أنا نزل على الكاميراني بس ماشي نيو يير بقى نيو يير بقى كلا خلاص قال لك حورس الأحمر هي التسمية لكوكب المريخ ولو حضرتك سألت أي طفل في البلد برة في المدرسة الريد بلانت ده إيه؟ الكوكب الأحمر ده إيه؟ هيقولك المريخ لأنه مشهور بلونه الأحمر أو البرتقاني الغامئة أو الفادح ولو حضرتك ماشي في الشارع بالليل وشفتي بصيتي في السماء ولقيت في حاجة متلقلقة في السماء لونها برتقاني غامئ ده المريخ ده المريخ فالمصر القديم ده عايز حلقة لوحده ده عايز حلقة لوحده سمى الكواكب عارفة إيه؟ سمى الكواكب النجوم التي لا تهدأ التي لا تعرف الهدوء وكل ملك كان عايز يبقى نجمة كل ملك كان عايز يبقى نجمة في الحياة التانية وعايز يبقى خمسك يعني إيه بالهيروغليفي النجمة الغير قابلة للتدمير هل هو عرف إن فيه نجوم بيحصل لها انفجارات أو بيحصل لها خلاص بتخلص هل هو عرف ده؟ وإلا إيه لي سمى نفسه النجوم اللي هو عايز يبقى كده هو عايز يبقى نجمة في الحياة التانية والنجمة دي عمرها متافنة عشان يعيش الحياة الأبدية اللي هو عايزها طيب إيه علاقت كل ده بمقياس النيل العظيم ابتكار واختراع عظيم من المصر القديم إنه كان بيذاكر ارتفاعات المية وإعلاقت أشكرك الفيضان جاه الفيضان ما جاش المرة دي 12 زراع المرة دي 14 زراع وزي ما كليني قال لنا المؤرش ومناسبة سبعة برضو كان فيه سبع سنين بيبقى فيها فيضان وممكن يبقى فيه سبع سنين سبع سنين عذاف المشهورين مشهورين وروحي بقى أسوان روحي على جزيرة سهيل العظيمة هتلاقي فيه لوحة جميلة فوق التل اللي كنتم نطلحها ونوريها للسياح ونشرحها لهم حاجة اسمها لوحة المجاعة لما كانوا بيتكلموا في القصة على إن النيل مجاش علشان كده النيل لما كان بيوصل للدل تعرفة الفلاح المصر العظيم كان يسمي إيه يقولك النيل الأحمر وصل النيل الأحمر مش عارف إيه حكاية الأحمر نار عشان الطمي والغرين والخصوبة بمناسبة ده اللون الأحمر حضرتك اللي استفزقني للمتقال ده إيه حكاية الزبق الأحمر لا يوجد لا يوجد ولا يعني مش موجود ولا هي نفسها الحقيقة غير موجودة لم يا أبوز دماغكم الفوق يا مصريين أهو خضوا من أخوكم بسان وكل العرب وكل الدين اللي بتسمعنا لم يخترع المصري القديم الزبق الأحمر كله نصب في نصب واللي بيبعات لك على الموبايل نصاب واللي بيقول لك تعالى بيعلك عشان حيرجعك شباب نصاب لأن لو المصري القديم كان اخترع الزبق الأحمر اللي بيرجع الشباب أهو مرة بسيس التاني مات ليه وعنده تسعين واحد وتسعين سنة بابي التاني مات ليه عنده مئة سنة ما ماتش ليه وعنده خمسة وعشرين مات بس كلمني يقال له هو بيشفي المرضى المرضى ويرجع البتاع ولو سحر معين خلاص ويحول الجنيه الدولارات تسمع حاجات عجيبة ده لو زيبك أحمر يحاول الجنيه الدولارات ده يعني ما يبلغ تصبت على العالم كله ينهار واخدها بالك فإذا كل نصب نصب يا فندي يعني لم أقصر بتتعامله مع الموضوع ده إزاي بنرد يا فندي في محاضراتنا تمالي وفي الإعلام عندكم بنشكركم على ده احنا واخدين نوافز أنا واحد من الناس اللي بقى لي سنين واخد حق إعلاميا بطلع في كل الحلقات وعلى طول نبه وعندي على الفيسبوك نبه واحد المصر القديم لم يخترع الزيبك لحنا رسائل سريعة الرسائل السريعة دي عشان خلاص ما فيش زيبك أحمر يا فندي ده نمرة واحد ده نمرة اتنين لم نعلم حتى يومنا هذا فور شور سر التحنيط سر التحنيط عرفنا المقادير ولكن لا نعرف النوهاو والنجاح بتاعة الطريقة طريقة مش معروفة خلاص لكن النجاح موجود في طائر حنطوه موجود في موضحف التحنيط في الأقصر فده ناجح لكن احنا بمحتاجين لسه شغل في الموضوع دوت المميوات التي حنتها المصر القديم وقال انا عايزة حنت جسدي دي كانت علشان هو يبقى موجود جوه التابوت لأن التابوت ده هو كأنه دات الوقت اللي هتاخده للحياة الأخرى فعشان كده كان مصر ان هو حتى توت عن خيام تشوفي كان في كم تابوت ليه لأن هو كان مصر يبقى جوه المقبرة دي حاطش بسوت مقبرتها والأسف لازق في المقبرة في الآخر شفت وعملوا فيه الإنجليز 214.5 متر في الجبل حاطش بسوت نحت المقبرة بتاعتها بتقولك إيه سيبني في حالي فهي تمالي كان عنده حرص على أن الغت بالهيروغليفة هو الجسد غت عشان كده يقولك الغتة الغت وبما أن احنا بننهي الفقرة وبما أننا حنهي الفقرة فحستخدم الكلمة المصرية القديمة بح بح كلمة هيروغليفية بمعنى انتهى فالفقرة اللي هو الأطفال بالزبط الأطفال بيستخدموها لو بيقولوا بح يعني صحيح فعلا احنا كل حاجة بنرجع على حضرتنا المصرية القديمة وبشكرك على كشف كل هذه الأصرات حتى في الألفاظ والاستخدامات اللفظية بتاعتنا اليومية البسيطة اللي احنا بنقول يعني دي ممكن تبقى حاجات بسيطة واحنا اللي اختارعناها واحنا اللي بنجيبها بتبقى واليدة الصدفة لا هي ليها أصل لغوي وليها أصل حضاري مصري قديم سيدة بسامل شماع عالم المصريات وعاشق الحضارة المصرية القديمة بشكرك شكرا جزيلا شكرا شكرا لسا مكملين مع حضراتكم مشاهدين كرام فقراتنا متنوع معاكم في تمانجة الصبح انتظرونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة